ازايكم يا جماعة معاياكم احمد ودي قناة ابو العبكرة بوت الاكس امباير اللي كان اسمه ماسك امباير وغيروا اسمه لاكس امباير البوت ده عامل ضجة كبيرة جدا عامل حملات دعائية كبيرة جدا جدا اصحابه معروفين ومشهورين ودايما انت اليوم على السوشيال ميديا تقدر تتابعهم كمان البوت في حاجات كتير قوي مش مجرب بس ان هو بوت عدين لا ده هو كمان يعني مسلي في حاجات كتير حلوة والبوت ده ادراجه متحدد من البداية خالص ان هو هينزل في شهر عشرة لسه كمان لحد دلوقتي على كلامهم فقدمك فرصة حلوة جدا جدا لو انت لسه ما سجلتش تسجل وتبدأ تشتغل على البوت ده برضو ببلاش طبعا انا كنت نزلت عنه حلقة قبل كده في بعض التحديثات هنشرحها مع بعض في الفيديو ده عشان حضرتك بس تبقى ملم بكل حاجة كمان بوت الاكس امباير عملوا شراكة مع بوت البلوم واللي خلاص اجرب الادراك بتاعه واللي كمان بيقوله ان سعر العملة بتاعته هتبقى عالية فنستغل للحاجات اللي ببلاش دي يا جماعة حاجات ببلاش ما بقولكش هتوضع فلوس ولا حاجة محدش يتهاون في الحاجات اللي زي كده ايدينا شوفنا اللي حصل في بوت الدوجز اشتغلنا فيه متأخر ويعني جمعنا فيه عملات ونزلوا الاردروب بسرعة وخلاص الفلوس هتوصل على المحفظة بكرة كان ببلاش في اللي هو يعني يا جماعة محدش فوت الحاجات دي وخلينا على طول ندخل على الشرح العملي وجميع الروابط اللي حضرتك هتكون محتاجة موجودة في سندول وصف فيه كمان روابط لفيديوهات شروحات لتعديل العملات مجانا يريد بعد ما تخلص الفيديوهات تخش تتفرج عليهم لعلها عاسة تستفاد ويلا بينا على طول ندخل على الشرح العملي طيب طبعا رابط التسجيل في البوت موجود في سندول وصف أجيلك فوق كده رسالة هتقول له بعد كده على طول بلاي بس قبل ما تعمل بلاي خش اعمل سبسكرايب للشانل بتاعتهم الأول وبعد كده دوس على كلمة بلاي يفتح معاك وجهة البوت طبعا البوت تتغير تماما عن لما كنا نزلنا قبل كده البوت في حاجات كتير قوي 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 تغيرت من الوجهات بتاعته ويه كمان من المهام والحاجات دي كلها طبعا في خانة تحت على الشمال مكتوبة اسمها improve الimprove دي بتعمل فيها المهام اللي هي انت مثلا معاك عملات بتشتري بيها كروت وحاجات زي كده زي انو هامستر بالزبط بتعلي بيها ربح كل ساعة في عندك هنا كذا خانة في personal والoffice والteam هي شركة انت بتعمل شركة وبتشتري بقى معدات وبتعين يعني معظفين وحاجات البرس منها للشخصية زي مثلا الرياضة والتغذية والنوم حاجة لذيذة يعني ما فياش اي مشكلة طبعا عشان اشتري بادوس بس على الرقم اللي انا او الكارت اللي انا عايز اشتريه بادوس عليه وبيخصم من الرصيب بتاعي وبيزود لي الربح كل ساعة بعد كده في الخانة بتاعت الستي في هنا بعض الحاجات اللي ممكن تشتغل برضو عليها زي الinvestment الاستثمار طبعا الاستثمار مش بفلوس حقيقية ده باستثمار من الفلوس اللي حضرت بتكسبها في الكروت اللي هم عاملينها تشتري الكروت من كده بس برضو بتكسب بتخسر انت بتخش على القناة بتاعتهم هما بينزلوا الكلام ده يعني وفيه ناس كتير قوي بتنزل الحاجات دي تقدر طبعا ان انت تعرف ايه الكروت اللي انت هتشتريها وتاني بقول الكروت دي مش بفلوس حقيقية دي من الفلوس اللي حضرتك بتكسبها من البوت او اللي انت بتعدنها بعد كده في الستي عندي حاجة اسمها premium store ودي لو عايز اشتري اشكال افاتار يعني بس دي بفلوس بقى حقيقية بتشتري بيها مش لازم طبعا والهايب زون دي دي مخصصة لصناع المحتوى اللي بيعمل مثلا فيديوهات قصيرة فيديوهات على التيك توك طبعا على فكرة اي حد يقدر يشتغل فيها مش لازم صناع المحتوى يعني لو حضرتك عملت فيديو قصير بالطول نزلته على تيك توك او نزلته على الانستجرام او على اليوتيوب بتقدر انت تسجل فيه على المشاهدات اللي انت هتجيبها هيديلك بس انا طبعا يعني مؤثر اوي في موضوع الفيديوهات القصيرة ده انا بصور فيديوهات بس طويلة على اليوتيوب فانا مليش اي حظ في البتاع اللي هنا ده كده في هنا الباتلز الباتلز دي زي مفاوضات بتخشها مع واحد واللي بيكسب فيك وبياخد عملات واخر حاجة الكميونيتي اللي هو المجتمع طبعا عايز اقول لكم حاجة لو حضرتك انضميت عن طريق الرابط بتاعي فانت بتخش في المجتمع بتاعي المجتمع بتاعي من الطب 100 طبعا برضو حضرتك يعني بتتحاسب او جزء من الحساب بتاعك بيكون على المجتمع بتاعك فلو انت منضم للمجتمع بتاعنا فهيكون ليك نصيب كويس طبعا المجتمع هنا بيتقاس على ثلاث حاجات يعني على مدار اليوم مين اللي في الطب 100 على مدار الاسبوع مين اللي في الطب 100 على كل الاوقات مين اللي في الطب 100 خلينا مع بعض نشوف هنا احنا المجتمع بتاعنا في ايه هنا على مدار الايام احنا عملينا النهاردة 94 ألف خلينا نخش على الحاجات هنا خلينا نشوف 94 ألف احنا المركز 171 على العالم احنا فيه أيام بنشد فيها بنطلع فوق ممكن نبقى في المركز العاشر وفيه أيام يعني النهاردة يعتبر أقل حاجة على مدار الأسابيع خلينا نشوف عملينا 20 مليون وتسعمية خلينا ننزل نشوف احنا المركز الكام احنا هنا المركز 48 على العالم على مدار الأسبوع دي حاجة كويسة جدا هنا الاول تايم على مدار الوقت اه التوتال اللي احنا عاملينه عاملين متين اتنين وسبعين مليار خلينا نشوف احنا المركز الكام حلو احنا هنا المركز المية ستة وعشرين على العالم المجتمع بتاعنا هو بتاع ابو العبكرة فطبعا احنا تصنفنا قوي جدا جدا اه وفي الفترة اللي جاية ان شاء الله هنعلى انا ما كنتش بهتم قوي يعني بالبوت بس لما عرفت اه بعض التفاصيل والحاجات اللي فيه لقيت ان احنا هنستفاد منه ان شاء الله فرجعت ان انا اهتم بيتاني فيه بقى هنا خانة اسمها اللاكي بوكس دي موجودة في الستي دي هتفتح قريب لسه مش شغلة دلوقتي عندك بعد كده الخانة بتاعت الماينينج انت بتدوس على الكاركتر اللي معاك وزي الهامستر بالزبط ده بيديلك ارباح زيادة بحيث ان انت تقدر تشتري كروت بعد كده هنا عندك الخانة بتاعت الفرينس اللي تقدر تدعو بها الاصدقاء بتوعك وفي نفس الوقت كل واحد فيهم بيشتغل وبيعمل مهام وكمان العملات دي بتضاف للمجتمع كله بتاعك يعني لو حضرتك عامل مجتمع الفلوس دي بتضاف على المجتمع كله فبالتالي بتعلم من الجنك بتاعك وكلكم فكل الناس اللي مسجلين في المجتمع بتاعي يعني هنيئا لكم ان شاء الله بعد كده اخر حاجة الكوستس ودي المهام اليومية اللي هما بينزلوها بتجيب ارباح حلوة جدا زي انك تتفرج على الفيديو بتاع اليوتيوب بتاعهم كل يوم في فيديوهين بتتفرج عليهم عندك هنا بعد كده حاجة اسمها روبيس بتدخل فيها كود الكود ده بينزل على الجروب بتاعهم حاجة برضو اسمها رايدل اوف زي دي بتدخل برضو الكود اللي بينزلوه انا بس بسبب ان انا مشغول للفترة دي يعني مش مواظب على النزوء ان انا بنزل الاكواد والكروت والحاجات دي كل يوم على قناة التليجرام بتاعتنا ولكن هحاول قدر المستطاع ان انا اهتم بيها عشان الناس تبقى متفعلة اكتر ويجي لهم برضو ارباح اكتر لو جينا على اليمين هنا فوق للتلات شرطة على اليمين ودوسنا على الخانة بتاعت الايردروب هلاقي ان انا ربطت المحفظة بتاعتي وعملت حاجة اسمها كانوا طالبين ان انت تبعت زيرو بوينت واحد تون زيرو بوينت واحد تون دول يعني حوالي حوالي واحد دولار تقريبا حاجة زي كده من عملة التون دي مش لازم ان انت طبعا تعملها دلوقتي هتعملها لما الايردروب ييجي بس انا عملتها من بادر عشان كان عليها بونس فربطتها على طول وعملتها انت طبعا تقدر تربط المحفظة من غير فلوس ولكن الخانة التانية دي ممكن تسيبها دلوقتي لحد ما الايردروب ينزل ما فيش اي مشكلة لو عملناها ساعتة طبعا اي بوت بيكون مربوط بمحفظة التون بتاع التليجرام لازم بيكون فيه الجاز فيه او الضريبة عشان خاطر طبعا يتأكد ان حضرتك مش بوت ويتأكد ان حضرتك جاد في الشغل يعني فهي دي حاجة مش بتخسرنا خالص يعني دي كانت كل التحديثات الجديدة في الاكس امباير او الماسك امباير سابقا اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتستغلوا البوت يا جماعة هو بوت البلوم بالذات عشان خاطر محدش يفوتوا الحاجات الحلوة اللي جاي واتمنى يا رب تكونوا استفدتم وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية سلام